موقع لك من هنا يا باشه ما عليش بقى عدفعا مش لاقي مكان ما انت شايف العربية صغيرة ازاي عايز انحق القداس كل سنة وانت طيب وانت طيب يا اندس بس متأخرش مح فين الباب من هنا هشتري كارت شح أخرش باي خلي بالك من العربية فكّروا كنيسة ماري جرجس يا فاندر عرق سود، إمتى حصل الكلام ده؟ تما زي تقريبه، بيلو في ناس كتير ماتت فوق المئة واحد المئة واحد؟ كان نطرق بيه خليه حسن على هناك، خالها بسرعة حاضر يا فاندر حاضر موسيقى 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 صح النوم؟ محمددل على السلامة، أخارت إقامة، أنا خلصت كل الأكل اللي سيبتهولي هناك، عشان أعرف مجبوع ملا أنا مش شفتك مم، يلا مينة الدرعة ده كله؟ كلة أقام يا فاندر، داليا سلمت الزرط لمرات هيسن وطارت قبل محد يشوفها، زي ما أنا دلوقتي إيه؟ بيلف حوالين نفسه، أه، صحيح، أنت مش رفتش إيه لي حصل؟ إيه اللي حصل؟ انت مش مشاغل التلفزيون إلا أنا خوفت يعمل صوت بخوفي يسمع ده أنا حتى أفاكت الموبايل على فكرة شاكله دخل من ساعة ما قلت ليش إيه اللي حصل؟ فجروا كنيسة مار جيرجس إيه؟ إمدى؟ من ساعة تقريبا إنتي عرفتني من إيه؟ مهيران الخضيري ساكن هناك بتقولك الدنيا مقلوبة عندهم وفي ناس كتيرة ماتت يا حرام ده النهاردة كان عندهم قداس بلادي الكلب يا مجرمي طبعا ما البلد من سبالهم على البحر وفتوق أمن الدولة بدلاً ما يركزوا معهم مركزين معنا إحنا الجزيرة مش كايبة حاجة ليه؟ دي مش بتقولي من ساعة استحالة يكون الخبر وصلوه تعملي إيه؟ بدخلة تليزول مصر يجيب حاجة زي دي؟ استني بقى لما ينزل خبر على العربية والجزيرة وبعدين هم يبقوا ينزلون يعني على الناس اللي ماتت أكيد فيهم أطفاله ستات وراهنك ولا هيمسكوا حد من اللي عملوا الجريمة دي زيها زي اللي قبلها أخيرهم ينزلوا يليمه في العائلة المدقون وينفخوا لهم كام واحد وخلاص ومش الإرهاب الديني ده بتاع الباشا برضو؟ ما هو لو كان شايفش أغلو صح؟ ما كانش ده حصل بدلا ما هو عمال يعتقل بتاع الإخوان والجند مشايخ السلفيين يا مهور يسود ده الكنيسة دي جنب الشقة اللي ساكن فيها محمود طب وإيه يعني؟ إنتي فاكل عملوا إيه يوم كنيسة محرم بيه؟ نزوا على كل الشهر المفروشة اللي حواليها عشان يلموا العائلة المدقون عشان يعملوا من ورام شغل طيب أخوك مالو ما الكلام ده؟ ده ساكن معاه واحد سلفي ده أنه قد كده أكيد متسجل عنده خصوصاً إن شقة جنب الكنيسة طب ما تقلقش هم حتى لقوا جمل يقدروا من راجل ده بس ومش هيجوا جنب أخوك ده راجل في حاله هم لسنا تطلعينه انت بتعمل إيه؟ لازم أنزل أروح تنزل تروح فين بس؟ انت لازل الشنطة اللي أنا سايبة عنده فيها إيه؟ أو صحيح تفتكر هياخدوا بالهم منها؟ مش عايز أجازف بل لسه طالع من مصيبة أمك هتروح فيها قلتني كنت جبت الشنطة هنا طب أنا خايف يعملوا حملة المدهمة وأنت هناك ما تلاقيش هم طول عمرهم رد فعلهم بطيط هيقعدوا يلفوا حواليه نفسهم الأول ويفكروا ولو ما لقوش حد يلبسوا هاله هينزلوا يعطيك له عشوائي لازم أنزل بالوقتي طب أنا مالك أنا مالك افتح يا راجل افتح مين منهاك اللي سمع صوته هي حصلت؟ وقت المخبأ الأمن الدرب هوادي الشنطة فين بقى افتح يا راجل مش عايز أقل صوت ما أعمل صداريك افتحي 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 حرابيتك افتح أول ما تخلص تكلمني فاهم خلي بالك من نفسك لازم نشخوك النهار افتح افتح افتحي افتح افتح افتحي الحيوان ده مالش هدكتر انت مش غريب هده انت ايه 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 تهيني انت محرمتش انت جبال غيرت الميت انت فابلا انها هتعدم الثان ما قعد عيني بانك قديم يعني يومين تلاتة كده مش فاكرة ما هو معلش بقى يا شامل ما هيصم صاحبك هو زميله مطلعينه امر اعتقار ما قافش جنبه يعني وبعدين بذمتك انت يا شامل بذمتك يريدك اشوف جوزي بيتبهدل قدامي وقفت فرج عليه جوزي ايه اذا انت فاكر انا ممكن ادخل راجل غريب قطي عيب عليك عيب اذا انا بنت قصوله متربية كويس اخصي عليك بايراتج اونا بايراتج اذا اذا افرامي ايوه ياسم باشا انا اسف يا فندم عارف والله يا فندم كده اللوف عنه ساعتك حاضر يا فندم اقصد احمد عبداللاصد داخل دلوقتي اللي عمارة ساكل فاقه دلوقتي حالة نازل من العربية كان سيئة شبه عربية العرصة راجية بالزبط اوه والله يا فندم بس انا ممعيش ساعة حاضر على الساعة في ساعتك يا فندم تحت امر ساعتك في انتظار امر ساعتك يا فندم ايوه اهلا ازاك يا محمير اخل غالي تعال اتفضل ادخل محمود هنا؟ لا لسه مجايش طب انا كنت كي بس اخد الشنطة عشان طلع الرشيد دلوقتي اعجبهالك طب اشوفلك محمود شاهلة فين الاول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه لاقيت هالة هالة هنا دي حاجة الراجل ازاي تدهاله ايه يا جدع انت مهخج راجل يا جدع فيه ايه؟ يعني ايه مش هينفع دي شنطتي يا ابني زي ما سمعت كده دي مش كرخانة دي شقة محترمة ايه يا عم اسماعيل ايه يا عم اسماعيل مهلك ايه يا عم اسماعيل ايه يا عم اسماعيل ايه ما تبقاش رخم الراجل بيقولك لازم يسافر بالشنطة رشيد خلاص يكلمه في التليفون يقول ندهاله ندهاله يا سيد كلمت وتليفونه مقفوض لأ ما هقولك ايه بص ده حيطة سادة ده خلاص مش هتعاف تاخد منه وعاد نافع خلاص اذا كان محمود قافل تليفونه فده قطع شحن تعال بقى نطلع بره عمللك شاي لحد ما محمود يجيهوه على وصول طب مش هوه كان معاك في الورشة ايه وراح فيه هقولك ايه بس راح يقضي مشواره خلاص تعال بقى علقلك عالشاي وهتشمش وقت هوا بقى تحفق كترخيلك بس فانا مستعجل ومحتاج الشنطة فورا وانا قلتلك مش هتاخده انت بتكلم بصفتك ايه بصفتي اقدم واحد في الشقة دي يعني تقدر تقول بحكم امير الشقة امير ايه يا عمل حياله واحنا في جماعة بصفتك ارخم واحد في الشقة انت على ما تبصلي كده ليه ما انت اصلك لو تعرف اللي فيها ما تقولش كلمة امير دي على لسانك والله انا ما باجبش حاجة من دماغي ده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وحديث صحيح انت على سانة اذا كنتم ثلاثة فاميروا احدكم طالب الولاية لا ولا يوالا يا سيدي مداش لوحدك اللي عرف شرع يا ربنا انا بقى خلعتك من الولاية وانخد الشلطة وهعمش استنى انا الهينا مهوز يكلمني امسوا ايه بطي انا اسماعي اهدني اسماعي انا اللي بقولو عليك امير اقعد اهدا خد جامد ايه أم! اشتركوا في القناة